موسيقى مرحبا بكم مرتين ومشاهدين الكارم نعود بعد هذا الفاصل ونرحب كل الذين انضموا لي وتابعونا في بقية هذه الحلقة نفتح نافذة أخرى من خلال صباح الشروق ونتعرف على واحدة من الموهبة جميلة جدا من إنسانة ذاتة جميلة بتكتب الشعر بشكل آخر حنشوف أشكال الشعر الهي ذاتة بتكتبها سوعدا عن تكون معنا مرام عصام الدين أهلا صباح الخير يا مرام صباح الخير مرحبا بك تحسن نكلم لك صباح الخير أهلا وسهلا يا باب مرحبا بك مرحبا بك نحن سعيدين أنك تكون ضيفتنا الليلة حندردش معاك في محاور كثيرة لكن أكتر حيعوزين أن نستمتع بعزد من القصائد أنا سعيدة بوجودة معاكم بشكر غناية الشروق شكرا لكم طلعت ما رحشانا وليا حاجة حمزة سايد تهمك أصلا هي زولة هادية كده من الصباح طيب أجعل حماس المشاهدين بواحدة من الأبيات والقصائد على حسب اختيارك طبعا طيوحة أقول لكم دي قصدت له مفضلة أنا كلي لك يا مين الله يا روحي جد مشتاق لك ساعدتي بس بتكون معاك وإني جد محتاجة لك يا من دخلتك اللي بعنو وخليتني بس مجنونة بك سترتجو حلقة نقبل وخليتني دي ما هاتي بك يا أسا حياتنا قبل أشوفك وهسي جد مبسوطة بك سهراني دايما من عرفتك بس بفكر في عناك ينبو حنانك أغراني ولك بقوله بإني جد عشماني فيك سدد عليه باب كل شي خليتني بس مشغولة بك يزيد حبك كله لحظة في قلابي وفي كله سجدنا بدعليك سأل ربنا لي خليك وتبقى ملكي وأبقى ليك يوم عرفتك كان ساعدتي وحتك تميل وانا بيني ذاك سجينتها ممكن تقوله عارف إنك تستحقها سغتي فيك يا روحي جدا وازغى منك ما بتخيب أملي فيك يا خين تصاعد زبتني لكن بقوله بأعلى صوت أنا قولي لك سواك حبيبنا ما عاشقته ومستحيل أجور عليك سواك حبيبنا ما عاشقته ومستحيل أجور عليك نعم السلام يعني النوع ده من الشعر المباشر جدا كتابته قد تكون سهلة لكن يلقاؤه يعني فيه شي من الصعوبة إحنا في مجتمع عدنا المرأة تكتب عن فارسة القبيلة وتكتب عن أبوها وأخوها لكن في العاطفة بتستخدم الرمزية دايما يعني يعني وقت تكون مباشرة كده فلانت الكتابة المباشرة دي بالنسبة لك هل كان ده تحدي ولا ده بس مجرد إحساس عادي لا أبدا أنا بحاول وصل إحساسي بالطريقة بتريحنا بس يعني وده الشلم الجميل يعني الإحساس اللي أنت بتكتوبه وبتأكد الأسرة بكون عندها دورك باليدا أكتب أكتب أن نشوف دور الأسرة كمان في تنمية موهبتك ولحد الآن يعني هي بالنسبة لك داعم رئيس أيوة أسرتي دعماني شديد مشجعني على إنونا نشلي قدام على إنونا أكتب من بداية مشواري في الكتابة كان بدأت بكتابة الخواطر يعني أي خاطرة بكتبها بيجي بوريها لأمي لي أبوي كان مشجعني متفعلوا معها مشجعني على إنونا أكتبها يقول لي كويس يا مورا مواصلي عليه كده ربا نيخلهم لي الله ربا يخلهم ليك حقوان بين حيوهم يعني برضو واحدة من الحياة المهمة أن الأسرة تكون دعمة للمبدع في بداياته بسرح أعجب أن نسمع نصتين طيب حقول لي أبوي أبوي يا سيد الرجال يا ضاوي يا قمر الكمال أنت القمر وسط النهار وأنت الملك بين الرجال أنت الأمان وأنت الحنان وأنت الطغة وأنت الكيان أنت الأسد ساعة النزال بين النجوم أنت الشهاب أنت القمر وسط السحاب وأنت العمار وأقت الخراب يا أبوي يا سيد الضيوف يا هادي يا ملك الحروف أنت الملاك بين الألوف وأنت الأمان وأقت الخوف وللمحتاج بتبل الجوف للعيان أنت مداول للتعبان أنت مواسية الخير كتير وافي يا ساكن ديمة هادي بحكمك كمان راضي مع أنك تعبت بشي قيت لكنك اديت وكفيت وحناد ووفيت وعطيت وما خليت وديت وما عديت لما اديت ما عديت يا أبوي يا مازو الخصام يا سيدفي خلص الكلام مخلصت بحبيبتك مرامي يا بابا يا أجمل عصام ربنا أديه الصحة والعافية كمان كل وسرتك الكريمة نحن دائما نتهم الناس سواء كان كتابة بالنسبة لكتابة المرأة أو الرجل نحن جاء في محورتها لكن لو تكلمنا عن أي نص أنت بتقوله ومرات أنت بتحس إحساس العامة بتكتبيه عشانه في ناس بيتهم أي زول بيكتب نص بيقوله موجه طوالي بالنسبة له وأنه حالة مرت به وبالتأكيد هل كل النصوص التي تكتبها أنت يا مرام هي مريتي بها ولا بلسان حالة العامة أنت بيشوفي قضايا وبدأ على الجيئة ممكن أنت تكتبها الشاعر يكتب بإحساس زول تاني قصة مثلا أثرت في نفسه ممكن يكتب فيها بإحساس صادق زول حقا لك مشكلة أنت ممكن يجيك إحساس أنك تعاطفت معه بتكتب بإحساسه يعني ما شرطا أي كتابات بتحصل معنا إنه معنا دي حاجة حصل معنا التهموك كده مثلا في كتابة شعرية قالوا دي مرام مارة بالحالة دي طبعا إحنا كشعر احتمال دي أكبر مشكلة بتواجهنا إنه بقول لك أي كتابات مثلا لي أنت حزينة ليه الحاجة دي حصل معاكم مثلا ورينا القصة مثلا بتاعت الشعر دي شنو الموقف الحصل معا خلاك إنك تقول الكلام دي شنو أنا عايزة أوصل لكم حاجة إنه ما أي كتابات نحن بنقولها هي حاصلة معنا واحدة من المقولات القديمة أصدق الشعري أكذبه يعني مرض كتير من الناس بيتذكروها يعني هل عالجت قضايا مجتمعية يعني هل كتبت برضو في ظواهر مجتمعية يعني حاجات حاصلة في مجتمع أنا انتقدتيها أو شجعتي سلوكيات إيجابية أيها كتبتها كان بذكر أول خبرتها لعلي في الجريدة عن مرام تحارب الظواهر الدخيلة وشاعر الشاب بتنبز الظواهر الدخيلة يعني الخبر دي طلع عن قصيدة معينة أنا كتبتها والقصيدة دي يعني عندها عدة أسباب أنا كتبتها عشان أسباب كتير عشان حاجات حصلت أنا شايفها حصلت في المجتمع الجامعي هي عن البنات الأغلاطة الممكن يقع فيها المراهضين يعني كده تبني إسمعها طوالا جدا قلت لا يا أختي لا يا أختي بديك كلمتين إن شاء الله ليهم تحفظي البينسي ييدك شان بيحبك يدبوك ما بيمسكها والمعاه وبرك بتقعد عمره والباب ما بيجيك واختي بس خليك رزينة حتى في وصله بتعاملك أوعى ما يغر كلامه والبريدك شان جمالك أوعاك يوم ما تصدقي ومال جمال فوق كله زول خليه يعشق روح يكول وطاني ممشي في زولة غيرك ولي بيقول ليك يلا نغلط قول ليه أختك معانا لو معانا ما عاك بمشي ضهربوك ما تكسري والأبيض والفيراس ودايا خمكم أوعاك تكسري عين أخوك ما هو الوحيد بيخاب عليك صاحبي أمك صاحبي أمك هل بي تنصح خليك تقيلة وزولة وعية أبقي لي روحك سند كمان بك كلمات بسيطة كده بتصل لكل أخوة هي بتتابعنا الآن وتكلمنا عن الحراكة اللي كان موجود في الثورة السودانية المرأة السودانية والكنداك السودانية كانت حاضرة وكانت داعم في كل المجالات وفي كل مكان ما يتكلم عن مرام هل اتجهت للكتابات الوطنية ولسه زلت حبيسة الكتابات العاطفية أيها كتبتها عن الثورة كان يام صغوط البشير هو قبل ما يسقط قبل ما الحكومة تسقط كتبتها عنه واحد قلت له القصة ما صف الرغيف ونحن ملمارق نجوع القصة في دم الشهيد والمشكلة في أم الشهيد كل ماشا مصلة تشريك هي عليك بتدعي وتحتسب كيف انت نوم وحشاها محروق لألا تدعي وتنتحب والله ماهشا مات فيك وحكم الله ما فيه واعتراض لكن كان عندك جنة كان فيهم تشن الحشا بس وين تروح؟ يوم في الغبر بيدخلوك والتراب ده بيدفنوك لا فيه جنود يحسنوك ولا فيه حراس ينجدوك بحق المظالم في الحساب بيعزبوك الشعب بحقوقه بيطالوك وانت بالرصاص تروش شو؟ شكرا جزيلا لك مرامع سامدين شكرا جدا لحضورك لكل قدمت لنا من الأبيات نتمنى انه هذه المهرة تتطور شوف لك كتابات لسه مستمرة واصدارات أيضا شكرا جزيلا لك